العام الدراسي الجديد لم يكف بعد عن مفاجأته فالجعبة الحوثية ما زالت تتحف مدارس سيطرتها بالمزيد من الإجراءات الإجرامية الإجبارية مدارس البنات ستكون هي الفريسة هذه المرة على مسرح العبث الحوثي بالعملية التعليمية وعقول الأجيال وتحت مسمى براق يحمل اسم برنامج الريادة تجبر إدارات المدارس التابعة للميليشيات طالبات المدارس من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي على حضور حصص أسبوعية تعد مادة دراسية أساسية في درجات التحصيل العلمي وميزان النجاح والرصوب هذه الحصاص تجرى تحت فريق من الموجهين السلاليين ذو النزعة المتزمتة في نشر الفكر الطائفي وعسكرة وعي المجتمع المدرسي النسوي بتلقينات العنف وموضوعات محو السيكيولوجية الخاصة بالمرأة ودورها الاجتماعي المناسب لطبيعتها النفسية والجسدية وبتمرير هذا البرنامج على بنات المدارس تكون الميليشيات قد أجهزت على أخطر خط دفاعي في السيجة الأمن الاجتماعي والأسري حيث تغدو الفتاة القادمة من دورات العنف الطائفي أما في المستقبل والأم مدرسة إذا أفسدتها أفسدت شعبا طيبا أعراقي ويعزو أولياء أمور طالبات مدرسيات إقدام الحوتيين على برنامج ملشنة الفتاة والتطييف الذكوري لوعيها الناعم واللطيف إلى ثقة الميليشيات بخروجهم من هذه الحصة بإحدى الكارثتين المرجوتين أو كليهما من عسكرة الفتيات أو تنفيرهن من المدرسة نهائيا وإغلاق عصر تعليم المرأة في اليمن اشتركوا في القناة